موسيقى السلام عليكم متابع قناة حكاية التاريخ الأعزاء وأهلا بكم من جديد سعيد جدا أن أكون معكم من جديد في هذه القصة التاريخية سوف نتحدث عن قصة دون دييغو والذي يظهر في مسلسل بارباروسلار هذه الشخصية هل هي حقيقية؟ أم محضر من خيال فقط؟ إن كنتم بغير مشتركين أبعدوا بقناتنا فندعوكم للاشتراك بالقناة وكذا نقرأ على زر الجرس للتواصل بكل جديد نصدره فنبدأ من بين الكتب التي تحدثت عن شخصية دون دييغو كتاب الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية وآثاره لكاتبه الأستاذ الجزائري عبد القادر فكاير والذي صدر سنة 2012 هناك كتب أخرى تذكر نفس الوقائع إضافة لأرشيف إسبانيا الذي تطرق لهذه الوقائع التاريخية حتى نبلغ الذكر دون دييغو للإسبان على الجزائر سنقوم بقراءة تاريخية سريعة للأحداث التي ميزت هذه الفترة التاريخية وما قبلها لنصل وإياكم في الأخير لقصة دون دييغو في الواقع هناك عدة قادة إسبان حملوا اسم دون دييغو والذي يبحث سيجد دائما أنهم يضيفون لإسمه الكامل مدينته الأصل لتمييزه عن بقية القادة أو ربما هو في الحقيقة شخص واحد فقط اختلف حوله وكلما نجح في تحقيق امتياز عسكري أو غزو لمدينة معينة غير لقبه الذي يلي اسمه وهذا هو الاحتمال الأبرز لارتباط الوقائع التاريخية فيما بينها القائدان اللذان حمل نفس الاسم هما دون دييغو فرنانديز القرطبي أو ما يسمى دون دييغو فرنانديز دي كورتوفا ودون دييغو دي فييرا أو دون دييغو دي فييرا باحتمال كبير أنهما نفس الشخص تماما لكون أحداثهم ارتبطت وتداخلت فيما بينها دون دييغو فرنانديز القرطبي واشتهر أكثر بنجاحاته في غزو منطقة المرسى الكبير الجزائرية ومنطقة وهران وأصبح واليا عليها وعرف بمخططه العسكري الناجح الشخصية الثانية هي دون دييغو دي فييرا وهو باحتمال كبير جدا الشخصية التي ظهرت في المسلسل وذلك لكون قصته تقاطعت مع قصة الإخوة عروج وخير الدين بارباروس فيما سمي تاريخيا بمعاركة فتح الجزائر وحدثت بينهم الحرب البحرية الشهيرة التي انتصرت فيها الدولة العثمانية وهزمت فيها القوة الإسبانية وحلفائها ليتم طردهم بعد ذلك من المنطقة فلنعتبرهما شخصا واحدا وهذا هو الأقرب للواقع تماما وقبل كل هذا وذاك فلنتحدث أولا عن أسباب الغزو الإسباني لسواحل الجزائر والمغرب وبعدها سنأتي للذكر قصة وخبر دون دييغو فمن يكون؟ يقول الذكتور الجزائري عبد القادر كاير في كتابه أن للغزو الإسباني للجزائر خلال نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر دوافع وأسباب عديدة منها ما هو ديني باعتبار أن إسبانيا بعدما نجحت في طرد المسلمين من الأندلس فقد واصلت نفس الحملات على السواحل القريبة منها بهدف نشر المسيحية جاعلة من نفسها حامية ومدافعة عن المسيحية بأوروبا ولذلك فإن البابوية خلال ذلك الوقت سعت بكل جهد من خلال دعمها وتمويلها للحمالات الصليبية على السواحل الجزائرية والمغربية إلى اقتلاع هذه السواحل من المسلمين وجعلها مسيحية وتنصير أهلها بالكامل هناك أيضا دوافع اقتصادية تجلت في سعي إسبانيا والبرتغال لغزو هذه السواحل من أجل الاستفادة من مواردها الطبيعية التي لا تنضب وذلك في وقت عانت فيه أوروبا كاملة من تضعط اقتصادها خاصة منها بعد طرد الحرفيين والفلاحين والفئات النشطة من المجتمع بطرد المسلمين من الأندلس وتوقف كل الأنشطة الاقتصادية به إضافة لكل ذلك هناك الدوافع الاستراتيجية والعسكرية المتمثلة في رغبة إسبانيا من الانتقام من المسلمين أولا وإيقاف أي رغبة مستقبلية منهم لاستعادة الأندلس ثانيا فسعت بذلك للحصول على الموانئ والصخرات البحرية المهمة وجعلها ثغورا تابعة لإسبانيا تماما كصخرة الجزائر وصخرة باديس بالمغرب وسبته وماليليا كما أن إسبانيا كانت ذات رغبة جامحة للسيطرة الشاملة على البحر الأبيض المتوسط ومنافذه وفرض سيادتها العسكرية عليه والتحكم بموازينه وفرض قوتها البحرية به واستخلاص ضرائبه والتحكم بقرصنته وخلال كل حملة عسكرية كانت إسبانيا توجهها نحو السواحل الجزائرية والمغربية ظهر قادة عسكريون برتب ومقامات مختلفة من بينهم كانت دون دييغو فمن يكون من المعلومات التاريخية المهمة جدا والتي وجب علينا التنبيه إليها أن إسبانيا والبرتغال اقتسمت السواحل الإفريقية فيما بينهما لشدة التنافس عليها فكانت بينهما معاهدة سينترا التي بموجبها منحت لإسبانيا السواحل من سبتها نحو ترابلس وللبرتغال السواحل من طنجة والقصر الكبير المغربية باتجاه الغرب المغربي في سنة 1505 للميناد استطاع الكاردنال الإسباني خيمينيس وزير الملكة إسبانيا أن يستولي على منطقة المرسى الكبير الجزائرية بعد محاولات عديدة بنفقة من أمواله الخاصة في وقت كانت فيه خزينة المال الإسبانية تعاني القلة بسبب حروب غرناطة وإيطاليا استعان الكاردنال خيمينيس بأموال كنيسة طليطلة وأمواله الشخصية وكلف بهذه المهمة قائدا عسكريا يسمى القائد دون دييغو وأرسله في بعثة من 134 سفينة مليئة بن جلد والعتد مدينة المرسى الكبير التي استولى عليها دون دييغو كانت بمثابة ميناء كبير حقا فهي تقريبا أكبر ميناء خلال هذه الفترة بالبحر الأبيض المتوسط والاستيلاء عليها يعني بسط السيطرة على قلعة وهران وبقية المدن الجزائرية لقربها منها والقدرة على الإنزال على اليابسة ووضع ترتيبات واستعدادات كل حرب وفي قصة غزو المدينة فقد استطاع دون دييغو أن يقود سفنه باتجاه المرسى الكبير وعند بلوغها وجد عددا من المرابطين بالميناء عددهم 500 محارب جزائري تقريبا لانسحاب عدد كبير منهم بعد طول انتظار وترقب ولكونهم محاربين متطوعين فقط وأقل تنظيما ورغم محاولة المتبقين منهم إيقاف عملية إنزال الجنود الإسبان إلا أنهم نجحوا بذلك وفرضوا الحصار على المدينة وانتهى الحصار بعقد هدنة بين الطرفين انتهت بدخول الإسبان واستيلائهم على المدينة وخروج المسلمين منها مع تجريدهم من جميع أسلحتهم بعد احتلالهم للمدينة فرض القائد دون دييغو سيطرته عليها وحول مسجدها إلى كنيسة وأمر بترميم الأسوار التي تصدعت بفعل قذائف المدفعية وتقويتها من جديد كما أمرهم بتزويدها بمدافع عديدة في كل الاتجاهات لشن هجمات دفاعية ضد المسلمين في حال عودتهم لاستعادة القلعة كما اتخذ دون دييغو واعتبر قلعة المرسى الكبير منطلقا لتوسيع هجمته القادمة واستيلائه على ما يليها من حصون ووقتها كان أهم حصن بعد حصن المرسى الكبير هو مدينة وهران بقي الأمر على ما هو عليه إلى حدود سنة 1510 للميلاد حيث كانت تقارير الجوسسة الإسبانية ومساعدة الخوانة من داخل قلعة وهران تبعث برسائلها إلى يد الكاردنال خيمينيس في قلب كنيسته بإسبانيا ازدادت مطامع هذا الأخير بعد كل ما سمعه عن وهران باعتبارها من أشهر مدن المغرب الأوسط من حيث الأسواق والتجارة والسلع والخيرات الكثيرة فعزم على غزوها وصدر في هذا الصدد بيان ملكي إسباني يوافق على غزو المدينة قام الكاردنال خيمينيس بمساعدة من القائد بيدرو نافارو وهو قائد عسكري إسباني عرف بعملياته العسكرية في المنطقة وقتها قام بحشد وجمع كل المحاربين الإسبان المتواجدين خارج إسبانيا في مدينة قيرتاجنة جنوب شرق إسبانيا إضافة للقادة المهمين وقتها وكان من بينهم قائد مدينة المرسى الكبير الدون دييغو أقلع الأسطول الإسباني في يوم الساد عشر من ماي الف وخمسمائة وتسعة في ثمانين سفينة فيه عشرة آلاف من المشات أربعة آلاف حصان والثمانمائة متطوع ولم يتوجه مباشرة نحو وهران وإنما باتجاه مدينة المرسى الكبير حيث ستوضع الترتيبات والاستعدادات النهائية قام أهل المدينة أي أهل مدينة وهران بتوجيه السهام والحجارة نحو أسطول العدو من المرتفعات المقابلة للسواحل واستعملوا ما استطاعوا لذلك من قوة لكن السلاح المدفعية وعدم توازن القوى بين الجانبين أجبرهم على العودة نحو القلعة والاحتماء بأسوارها ومكن الإسبان من فرصة الإنزال بالسواحل من الطرائف المضحكة أن بعض الغافلين من المحسوبين على مدينة وهران كانوا قد أنشأوا سوقا خارج قلعة وهران لبيع السلع للإسبانيين الذين يحاصرون مدينتهم فكانوا يبيعونهم كل ما يحتاجونه وتحتاجه أحصنتهم من سلع وقمح وشعير ومأونة فتم إعلانهم خوانة وفضحت أسماؤهم وطردوا من المدينة تمكن القائد بيدرو ناظارو قائد العملية من دخول مدينة وهران بفعل مساعدة وخيانة قام بها جزائريان ويهودي ثالث من داخل المدينة والذي قام بفتح إحدى البوابات فقام الإسبان بقتل كل رجل وجدوه أمامهم حين دخولهم ولم يسلم منهم حتى النساء والأطفال فمات في المعركة قرابة أربعة آلاف شخص وأسر خمسة آلاف شخص واستولى الإسبان على الكثير من الأشياء الثمينة ساهمت في ثراء قادتهم وضباتهم كما أمر الكاردينال خيمينيس الموجه الديني للعملية والذي كان حاضرا وقت الغزو أمر بتحويل مسجد وهران إلى كاتدرائية وتم تخريب أغلب معالم المدينة بشهادة أرشيف إسبانيا نفسه ومنذ ذلك الحين عين القائد بيدرو نافارو كوالي إسبانيا على مدينة وهران بعدما اطمأن القائد بيدرو نافارو من استقامة حال وهران للإسبان توجه في نفس السنة سنة 1510 نحو مدينة الجزائر لإخضاعها هي أيضا وسلم ولاية وهران للقائد الدموي دون دييغو هذا الأخير بقي في هذا المنصب كوالي لوهران لعامين منذ سنة 1510 إلى سنة 1512 أما مدينة الجزائر فقد كانت وقتها تحت حكم الزيانيين طارة وحكم الحفصيين طارة أخرى فأصبحت تحت حكم مجلس أعيان المدينة بقيادة شيخ يسمى سالم التومي أمر ملك إسبانيا وقتها القائدين بيدرو نافارو والدون دييغو بالقيام بالترتيبات اللازمة واحتلال مدينة الجزائر لكونها قد تشكل تهديدا محتملا في المستقبل ولتفادي نفس المصير من القتلى والأسر بمدينة وهران فقد وافق مجلس المدينة على إعلان الولاء لملك إسبانيا حتى أن شيخ المدينة سالم التومي رفض الخضوع في بداية الأمر لكنه بعدها سافر بنفسه إلى إسبانيا لإعلان الولاء بمدينة صرقصطة ووافق على كل شروط الملك ومنها إحداث قلعة في الصخرة المقابلة لقلعة الجزائر والتي لا تبعد عنها سوى بثلاثمائة متر وجعلها حامية إسبانية تحرص المكان ويراقب منها الإسبان مدينة الجزائر ويرصدون تحركاتها ويمنعون بذلك أن يقدم قراصنة البحر لمينائها وأن يتخذوها مقرا لهم ولأنشطتهم وكان قصدهم بذلك الإخوة برباروس الذين انتشر سيطهم وذاع في البحر الأبيض وكان الإخوة برباروس وقتها قد قاموا لتوهم بإحدى أهم عملياتهم في الجزائر إنها عملية تحرير مدينة بجاية تقع مدينة بجاية شرق مدينة الجزائر وقد استولى عليها الإسبان في سنة 1510 بقيادة بيدرو ناظارو ومن أجل تحريرها هاجم عروج وخير الدين الحامية الإسبانية بها قامت حرب ضروص بين الجانبين استعملت فيها المدافع بشكل كبير إذ طر خير الدين للتراجع نحو تونس وإعلان فشل العملية حينما أصيب أخوه عروج إصابة بليغة في ساعده إثر قذيفة مدفعية وهي الواقعة التي اشتهرت بقطع ساعد عروج برباروس تاريخيا ولمن شاء أن يقرأ تفاصيلها فليعد لكتاب مذكرات خير الدين برباروسا كما ذكرها على لسانه أما مدينة الجزائر فبقيت تحت حكم الشيخ سالم التومي الموالي لملك إسبانيا بنيت التحصينات على الجزيرة الصغيرة في وقت قياسي وأنشئت حامية عسكرية مكونة من مئثي رجل وكانت هذه الحامية تقوم من وقت لآخر بمضايقة الجزائريين والتضييق عليهم وعلى عباداتهم فكانت من حين لآخر تطلق الطلقات المدفعية باتجاه المدينة وكانوا يطلقون على المآد فيسقطونها كل ما سمعوا منها الآدان حتى أسقطوا مئذنة جامع الجزائر الكبير في سنة 1516 ذهب وفد من الجزائريين إلى عروج برباروس وشكوا إليه ما كانوا يتعرضون إليه من اعتداءات وهجمات من الإسبان وطلبوا منه أن يخلصهم منهم فوافق برباروس على مطالبهم شريطة انضمام الجزائر للدولة العثمانية قصف عروج الحصن الإسبانية بالمدافع فأحس الإسبان بالخطر الذي يشكله الأخوان برباروس في الجزائر فقاموا بالتجهيز الحملة كبيرة لطرده فتحالفوا مع أمير تونس وساعدتهم بعض القبائل المجاورة قام عروج بمراسلة الإسبان في قلعة الصخرة من أجل تسليمها فرض عليه قائد القلعة لن نغادر القلعة لا بالسلم ولا بالحرب وهذا يبين مدى حصنة القلعة وقوتها فقرر عروج قصف القلعة لكن ذلك لم يغير في الوضع شيئا وإثر ذلك أوجس سكان الجزائر في نفوسهم خيفة من قوة الأتراك لم يستطع عروج استعادة الحصن رغم هجماته المدفعية فبدأت الآمال تخبو وظن الجزائريون أن عروج لن ينجح باستعادة الحصن أبدا استصغر الشيخ سالم التوميق وتعروج وذلك لأسباب عديدة كان أهمها تأخر هزمه للإسبان وما أسرع تغير حال الإنسان فخرج من الجزائر ولزم قبيلته وقرار اغتيال عروج لإقافه عن هدفه وربما يكون فعل ذلك بطلب من ملك إسبانيا استشعر عروج الأمر وعلم بخطته وأمر باعتقاله وأعدمه خنقا وأعلن رسميا حكمه لمدينة الجزائر فاستتب بها الأمن وعاد إليها الهدوء وتبينت للسكان نية الأتراك فتعاونوا معهم كما استطاع الأتراك كسب ثقة الجميع من خلال معاملتهم للأعيان والعلماء والأهالي بل حتى أن عروج قرب إليه العلماء وطلب مشورتهم وبهذا اثمأن الجميع وهدأت نفوسهم وبادر عروج بالقيام بالأعمال الإدارية والمالية وإصلاح الأسوار وبناء نقاط الاستحكام وجعل يمركز قوته العسكرية بل حتى أنه أصبح يتطلع للمناطق المجاورة للجزائر انطلقت الحملة الإسبانية من وهران بقيادة دوندييغو في 35 سفينة حسب أرشيف إسبانيا ووصلت إلى الجزائر في أواخر عام 1516 ونزلت قرب باب الواد وانضم لهم يحيى بن سالم التومي الراغب في الانتقام لموت والده وانضم لهم أيضا المعارضون لوجود الأتراك بالجزائر فسمح لهم عروج بربروس بالنزول إلى البر وبعدها قام بمناوشتهم لاستنزاف قواتهم واغتنم خير الدين بربروس الفرصة فتقدم بسفنه من جهة البحر بقرابة 45 سفينة وأغرق سفنهم وقتل وأسر الكثير منهم فكانت هزيمة شديدة لحقت بالإسبان وأعدم قائد القلعة وأسر الكثير من جنودها ويقال أن خير الدين وعروج أمسكا بقائد الحامية الذي كان يطلق القذائف المدفعية على مآذن المدينة ووضعاه في إحدى المدافع وأطلقوه باتجاه البحر أشلاء متناثرة وخرب خير الدين قلعتهم التي بنوها على صخرة الجزائر وبعدها رأوا سفينة إسبانية قادمة في البحر كانت تجلب العتاد والجند كدعم لدفع الحصار عن الحامية لكنها وصلت متأخرة فقام خير الدين بالاستلاء عليها أيضا وكانت تحمل الكثير من الجند والسلاح بلغ عدد القتل الإسبان قرابة ثلاثة آلاف محارب وأسر قرابة ثلاثمائة منهم ومباشرة بعد هذا الانتصار خرج السكان المدن المجاورة كالبليدة ومليانة وبلاد القبائل ليبايع عروج بربروس أميرا عليهم فكانت هذه الحرب بمثابة النواة الأولى لتأسيس دولة الجزائر الحديثة وقد عرف ذلك تاريخيا بفتح الجزائر وإعلان تباعيتها للدولة العثمانية ويبدو أن المسلسل يسعى لإظهار ذلك بجعل الإخوة بربروس يهزمون الدون دييغو شر هزيمة ويطردون الإسبان عن أرض الجزائر التي تعتبر أرض الإسلام والسلم والأمان ما بقي الزمان إذن وكخلاصة فإن الدون دييغو أيها السادة هو قائد عسكري إسباني لا يعرف تاريخ ولادته ووفاته لكنه نجح في غزو مدينة المرسى الكبير وبعدها وهران وصار واليا عليها لسنتين وبعدها حاول كشف الحصار عن حامية الصخرة ومحاولة غزو مدينة الجزائر لكنه فشل في ذلك واختفى ذكره في التاريخ ويجهل هل نجا من المعركة أم لا بصراحة فإن المسلسل باحتمال كبير قد يظهر الدون دييغو في نهاية أمره وانهزامه من طرف الإخوة برباروس في واقعة القائد المشحون في المدفع كجزائل لكل أفعاله وجرائمه وهكذا تكون نهاية الدون دييغو القائد الدموي نهاية من جوف المدافع التي استعملها كثيرا في حروبه وإسقاطه لمآذن المسلمين وذلك ما نتمناه لأنه سيعطي للمسلسل صبغة خاصة أتمنى من الله أن أكون قد شرحت لكم القصة الكاملة للدون دييغو هذا القائد الدموي الذي قتل ونهب وسرق وجرائم حربه كثيرة حتى أنه كان يسقط المآذن بمدافعه حتى وضعه عروج وخير الدين في المدفع وقذفوه في اتجاه البحر إلى هنا تنتهي القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والنقر على زر الجرس إن كنتم تشاهدون الحلقة على قناة أو على صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالصفحة وكتابة تعليق ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وادعكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر